هل الرجل أيضا يمر بسن اليأس؟ بيقال طبعا آه يعني مش بيقال قصدي بتسمى ليها تسمية في العالم اسمها أندرو بوز أندرو من الأندرجين اللي هو هرمونات الزكريا بوز يعني التوقف في هرمونات الزكريا هو طبيعي يعني الدورة الحياتية عمرها بتستمر زي ما هي يعني لازم المسألة بتبتدي تنزل بعد سن الاربعين بينزل مستوى الهرمونات هو growth hormone اللي هو هرمون النمو وده بيؤثر على جميع أنسجة الجسد بما فيها طبعا الدورة الجنسية لكن ممكن نقولها السؤال بطريقة تانية إحنا زي نتحاشى ده أو زي نتفادى ده أنه هو يكثر من العلاقة عكس ما الناس فهمها الناس فهمها أنه هو أما يوصل لسن نموعين لازم يقلل من العلاقة وإلا حينتهي عمره الجنسي سريعا الحقيقة العكسي خالص هو الصحيح لازم يكثر هو من العلاقة علشان يعني يفضل الدورة الدموائية يعني معدلات مثلا أسبوعيا بعد الخمسين قد إيه تقريبا مش أقل من مرتين تلاتة في الأسبوع أقل من كده يعتبر ده في مرض لا 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 إطلاقا ده فيه ناس بيعودوا بالتراتة أربعة أشهر وما فيش مرض بالعكس ده عادة سيئة إنقطاع الطويل ده عادة سيئة وبيبتدي يرجع بالسلب على الحالة الجنسية لكن الطبيعي بالنسبة للرجل تجاوز الخمسين ترات مرتين أسبوعيا يعني فيه أسوأ الظروف نقول مرة واحدة لو هو مش فاضي مثلا أو يلتقوا في الويك أند ولا حاجة لكن ده يعني يقول فيه أسوأ الظروف